لو توضحي لنا أسباب تفشي ظاهرة زواج القاصرات في العالم العربي مساء الخير لحضرتك هلأ أنت بالتقرير أشرته لتقرير دولي بيعرف القاصر أو أي عقد دون سن الثامنة عشر أنه هو زواج قصر هو قد يطال الإناث وقد يطال الذكور لكن للإناث هم النسبة الأعلى في كل منطقتنا العربية المشكلة ليست فقط بزواج القصر أنه هو زواج أطفال وتحمل الأعباء بشكل مبكر جدا وغياب العديد من الحقوق التي أبرزها الحق في التعليم والحق في الصحة لأن الزواج الصغار السن يجمع عنه حمل والحمل يولد أحيانا متاعب كبيرة فلما تكون بنيتهم الجسدية والنفسية والعقلية غير مؤهلة قد يتسبب هذا الزواج في الكثير من الصعوبات قد تؤدي بعضها للإجهاضات أو الوفيات المشكلة في منطقتنا العربية ليست فقط بأن النصوص القانونية أحيانا قد لا تكون رادع كافي لحد من زواج القصر أو منعه إنما هي في الثقافة المجتمعية السائدة في كل منطقتنا العربية بينظروا للأنثى على أنه متى بلغت سن البلوغ اللي هو من 11 إلى 12 إلى 13 سنة يعني الأنثى تبلغ والكل بعرف أنه هو قد يكون متفاوت لكن 11 سنة كثير من الإناث بيصيروا بالغات وبالتالي يجدوا أنهم أصبحوا مؤهلات للزواج بعيد تماما لازم ميزوا ما بين سن الرشد وسن البلوغ سن الرشد اللي هو 18 عام اللي هو السن اللي ورد في اتفاقية حقوق الطفل اللي كل معظم دول العالم وقعت على هاي الاتفاقية وقررت أنه سن الطفولي 18 عام فأوتماتيك اللي بيصير أي عقد أقل من 18 عام هو زواج أطفال نحنا إذا بعطيك أنا مثال بالأردن نحنا سن الزواج بقانون الأحوال الشخصية تم رفعه لـ 18 عام لكن ترك باب موارب للحالات الاضطرارية وضرورية وبعرفش يعني شو ممكن نسميها لكن للأسف الكثير من العقود بتمر من هذا الباب موارب ولكن سيدة إن عام السؤال الكبير هنا هل أسباب الظاهرة هي أسباب اجتماعية وقانونية كما تفضلت فقط أم أن هناك أسبابا اقتصادية أيضا تقف وراء الظاهرة الحقيقة في مجموعة من العوامل والأسباب تقف خلف مشكلة الزواج المبكر جزء منها الثقافة المجتمعية كيف تنظر للأنثى وفيما يتعلق ببلوغها الزواج هو الهدف الأول والأخير للكثير من الأسر وبالنسبة للفتيات الوضع الاقتصادي بالتأكيد هو أحد العوامل المهمة خاصة في مجتمعات اللجوء إذا أنا دائما بستحضر التجربة الأردنية نحن عندنا مثلا في موجات اللجوء متتالية صارت للأراضي الأردنية ما هو أسوأ من الزواج المبكر أنه زواجات مبكرة بدون عقود رسمية يعني هيك زواج بالهواء معلق فكل الحقوق الشرعية نسب الطفل الميرات الحقوق الزوجية النفقات كلها هي في مهب الريح لأنه ما في وثيقة رسمية وهذا يمكن أننا لاحظنا فيما يتعلق في موجات اللجوء الأخير من الريف السوري هذا لا يعني أنه سوريا ما فيش فيها محاكم وما فيش قانون لا بالعكس هو عندهم منظومة قانونية وثقافة وحضارة يعني بدمشق لكن للأسف يبدو جزء من الثقافة الشعبية ونمارسات ببعض الأرياف كانت تعتمد الزواج اللي هو بدون توثيق ثم بعد بلوغ سن معين بتخلف ولدين ثلاثة أربعة بتروح تبثق العقد هذا أسوأ من الزواج المبكر وأسوأ من الإكراح على الزواج وأنا أعتقد أنه كل الزواجات اللي بتصير دون سن الثامنة عشر هي زواج بالإكراح لسبب أنه الإرادة غير مكتملة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر